بأيد غير مرتعشة لا يرافقها الخوف يواصل فريق نزع الألغام مهمة تخليص الأرض من مخلفات الحرب في عزلة الصوالح شرق مديرية المقاطرة ليس البشر فحسب من يقع ضحية ألغام جماعة الحوثي بل حتى الحيوانات أيضا خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في المنطقة والمناطق المجاورة بإصابة العشرات من المدنيين كما أدت إلى قتل العديد من الحيوانات بعد أن وصلت ميليشيا الجماعة الإنقلابية إلى ريف محافظة لحج في الجنوب الشرقي من البلاد وزرعت أدوات موتها وهو ما أدى إلى انفجار لغمين مضادين للأفراد حيث خلف إصابة أربعة مدنيين اثنان منهما من المارة بطرت أقدامهما وآخران هما رجل وزوجته أصيبا بجروح ناتجة عن الشضايا بينما كانوا يحصدون محاصيلهم الزراعية هذه الألغام التي تم نزعها من قبل الصوالحة قبل عنعون وقبل الخزان التي نزعنا أكثر من ثلاثين دغم وثمان عبوات ناسفة وهناك الكثير وما زلنا مستمرين في نزع الألغام لا تستثني الميليشيا الطرق الرئيسية في عملية زراعة الألغام فالطريق الحيوي الذي يربط مناطق ذات كتافة سكانية كما تشهد تنقلا نشطا لسكان زرعت بالألغام وأقدمت الميليشيا على عرقلة خطوط السير وزرع الخوف أيضا في نفوس الناس حيث باتت الألغام وأماكنها المجهولة تشكل تهديدا لحياة المواطنين بشكل غير مسبوق ثلاثون لغما هي الكمية التي انتزعها الفريق الهندسي المكون من شخصين هنا في عزلة الصوالحة إذ ما يزال يواصل مهمته في مساحات بسيطة في مرتفعات الصوالحة لكنه لم يتمكن من انتزاع ألغام بلاستيكية ألمانية الصنع يحتاج انتزاعها لأجهزة متقدمة غير متوفرة لدى الفريق الهندسي اشتركوا في القناة